اهلا بكم مشاهدين مرة تانية والعودة لصلاة التوبة هل صلاة التوبة تختلف عن صلاة الاستخارة صلاة مثلا زي ما قولنا قبل كده صلاة الحاجة يعني هم مركعتين زي ما هم وبعد كده الدعاء اللي بيختلف ولا الاختلاف في ايه طيب احنا عندنا قسم الصلاة المفروضة ده الوحدة تمام والمسنون الوحد والنوافل لوحدهم فالتوبة من جملة النوافل ركعتين من جملة النوافل تمام يصل في اي وقت حتى في الاوقات اللي فيها نهي لان الصلاة لها سبب الحديث اورد ابو داود عن سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا خد بالك من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم اي ذنب كبر ام صغر عظم او حقر ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور يعني يتوضى وضوء كويس وضوء باتقان ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر الله له ثم قرأ هذه الاية يعني سيدنا النبي اللي ارى والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون يبقى سيدنا الحبيب بيفتح باب الامل للناس ولذلك بقى انا عايز احذر اي واحد احنا ممكن نشوف واحد تاجر مخدرات نعيره واحد عاقى ابويه نعيره واحد مش عارف بيعمل ايه نعيره اوعى تعير حد بذنب وانما ان رأيت صاحب الدنب فاحمد الله على انعافاك ولا تظهرن الشماتة باخيك يعفيه الله ويبتليك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث اخرجه الترمذي وحسنه ولكن للامانة سند منقطع بيقول حديث معاذ بن جبل من عيره اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله تخيالي بقى اللي عير اخوه باي ذنب مش هيموت إلا ما يقع في الذنب ده من اللي قال لنا الكلام ده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم عايزين نقول بردك نقطة مفيش حكرة على رحمة ربنا ايه مفيش حكرة على التوبة التوبة دي تمنح لمن ما نعرفش لأي حد قال لأي حد في حديث وان كان للامانة العلمية في سنة ده كلام كبير واحد اسمه سعلبة سيدنا سعلبة ابن عبد الرحمن الأنصاري سيدنا ثعلبة ابن عبد الرحمن الأنصاري ده كان ماشي فنظر فإذا به يجد امرأة تستحم أو تغتاسل وما كانتش لسه الحمامات دخلت البيوت فنظر إليها ثم تذكر أن القرآن قد ينزل فيه فهرب إلى الصحراء ما قدرش يحط عينه في أن النبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا جبريل نزل أخبر النبي بحال سيدنا ثعلبة فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعت يجيبه راحوا الصحابة منهم سيدنا علي يدور عليه فلقوا ولد بيرعى غنم ما شفتش واحد أوصافه واحد اتنين قال تقصداني الهارب من جهنم قالوا انت سميته ليه كده قالوا من الرجل ده كل ما يجن الليل كل ما يجي الليل يخرج ويجري في الصحراء وقول يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية اللهم لا تجعل جزائي خذوه فغلوه ثم الجحيمة صلوه ثم يغشى عليه قالوا نايزين فراحوا تعالى فعلبة رسول الله يطلبك فجيه معاهم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي في صلى فدخل فما قدرش يوجه النبي صلى الله عليه وسلم فخذ بعضه ومشي بعد ما صلى مشي على طول فمرض في بيتي فزاره النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم بيشير رسل وحطه في حجره صلى الله عليه وسلم فسيدنا ثعلبة شر رسل من حجر النبي ليه؟ قال ذنبي عظيم يا رسول الله وحجر قطاهر قال عفو الله أعظم المهم سيدنا ثعلبة مات في هذا المرض فغسل وقفن الصحابة شافت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي على أطراف أصابع في الجنازة فبيسألوه يا رسول الله رأيناك تمشي على أناملك قال والله ما كنت أستطيع أن أمشي على قدم كاملة من كثرة من كان يشيع ثعلبة من ملائكة الرحمن شوفوا رحمة ربنا شوفوا كرم ربنا سيدنا موسى عليه السلام يعني لما أجدبت السماء وأبت أن تمطر والأرض أبت أن تمبت وصلى ببني إسرائيل صلاة استسقاء وهم سبعين ألف فقال اللهم ارحمنا بالأطفال الردى والبهائم الردى والشيوخ الركع فربنا قال له يا موسى إن فيكم عبدا يبادروني بالمعاصي مره فليخرج من بينهم قال يا رب عبد ضعيف وصوتي ضعيف وأين يصلهم سبعون ألفا أو يزيدون قال له منك النداء وعلينا البلاغ فنزل سيدنا موسى يا أيها العبد العاصي الذي بادرت الله بالمعاصي أخرج من بيننا فبشؤم ذنبك منعنا القطرة من السماء العبد بص يمينه وشمال يلاقي غيره يخرج ملائك فدخل راسه في ملائكسه وأم بنادي على ربنا يا رب سترتني وأنا العاصي واليوم هل تفضحني على خلقك تبت وأبت إليك فتقبل توبتي سيدنا موسى ملائك حد خرج فعد الصلاة لما عد الصلاة نزل المطر صعد سيدنا موسى على الجبل وقال يا رب أسقيتنا ولم يخرج مننا أحد قال يا موسى إن العبد تاب بيني وبينها قال يا رب أرني هذا العبد الطائع التائب قال يا موسى سترته وهو يعصين أفضح ويطيعني ولذلك قال الصحابة أو بعض الصحابة إني أرجى آية وأحلى آية وأجمل آية في القرآن كله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ترجمة نانسي قنقر